السلام عليكم معكم طلال نقار ببدأ معكم بعض الحالات نقص الصوديوم أسئلة متعددة الخيارات فيه يناقش فيها مختلف جوانب نقص الصوديوم هيكون فيه عندي حوالي 30 حالة فبتمنى من الجميع يتابرواها ويصبروا على متابعتها وإن شاء الله هيكون فيه فائدة منها فببدأ بعرض أول حالة هيكون طريقة عرضي للحالات ربما كل فيديو فيه 3 حالات بارض السؤال ربما بطئ بالإيجابة بتركهم تفكروا بالجواب وبعدين بجواب رأسا وبالتالي بنفس الفيديو هتلاقوا الجواب في الحالة رقم واحد أنا في عندي مريضة عمرها 19 سنة أجت على قسم الطوارئ وفي عنده أعراض عصبية صداع، نوزيا، غثيان، وقياع المريضة أو رفيتها بالسكة قالت أنه كانت المريضة أنه جايتنا كانت بمسابقة يعني فيه بأحد الحفلات الكلية بهذيك الليلة كانت تعالين مسابقة للشرب أنه كل متسابق لازم يشرب قد ما بيقدر مي خلال ساعة بدون ما يعمل يورينايشن بدون ما يبوين مصابقة غريبة ما حتى بيعرف قديش شربت هاي المريضة بس من خلال الميضة حاليا في عنده أعراض في عنده نوزيا في الكونفوزيون صار مع القياءة على الأقل مرة وحدة لما أجت على قسم الطواني شو بتتوقع وحدة عمرت 16 سنة شربت مي الله أعلم أنت شربت 4 أو 5 لتر خلال ساعة ربما ومثل ما قدرت الكلي على طرح الماء خلال ساعة ما هي عالية بتطرح الكلي ربما لتر بالساعة مو أكتر فلو شربت لترين أو 3 لتورة الصوديوم تبعها هينزل فمبين في عنده أعراض عصبية فواضح عندها تناقص صوديوم السؤال أو كمالة السؤال أنه ما كان في مكان يعني محدة قال أنه ربما في أدوية في مخدرات أو كحول بهذه السهرة والتالي ما في إنسيمان بهذه الأمور ما في شيء تاني معروف عن قصدها المريضة المريضة غير واعي إذا تنتبهوا ما بتأخذ أدوية عمرتها 16 سنة ضغطة 120 على 80 نبضة 82 حرارة 37 والباضي ماس إنديكس سبعها 21 ما هي بدينة ميدا لثارجيك يعني عنده نوام غيقة غيقة لأنه تخوض نقاش أو كومبرزيشن أو حديث مع الطبيب الحدقات متساوية متفاعلة للضوء ممكن تحرك أطرافها ما عنده نيك ريجيدي ما عنده صلابة من نقرة وبقية فحصة طبيعي هذا هو تحاليلها اللي نعملت بشكل سريع الصوديوم عندها 119 متما توقعنا عندها نقص بالصوديوم البوتاسيوم 3.3 البايكار تبعها 26 الكلورايد 83 البيوين 8 الكرياتين 0.8 السكر عندها كان 90 وحلولية البلازما عندها 250 اليورين سبيسفي جراميتي 1.002 أنا من خلاهي بتحالي يشوفيني إطلاع في اليقاء أنه عندها نقص صوديوم شديد حقيقة وعرضي في عندها نقص بوتاسيوم ربما ما كثير مهم بها الحالة في عندها طبعا مهم بتعويض البوتاسيوم حكي أنها نحكي كثير بس يعني ما هو يبدو significant وفي عندها نقص صوديوم حقيقي للأوزمولاتي تبع البلازما عندها منصفضة وبتاري هي ما فيني شك فيه أنها عندها فرط بروتينات لا هذا نقص صوديوم حقيقي مترافق مع نقص حلولية اليورين منصفضة جدا 1.002 لو إثناء حلولية بهذه الميضة غالبا هتكون منصفضة فهذا الشيء بيوجهني شوي بعيدا عن تشخيص السيادة هاي الميضة عندها انسيمان بالماء ببساطة السؤال هو كيف تعالج هذا الانسيمان بالماء شو هو الـ next step بهذه الميضة هل لازم أعطيها 3% بولوس هل لازم أعطيها infusion 3% هل ممكن أني أعطيها بولوس سالين ولا تولفابتان ولا ما في داعي للعلاج ما في داعي للعلاج أكيد كلكم ترفضوا هذا الكلام أترككم تفكروا بالجواب أعطيكم 30 ثاني ما في داعي للعلاج ميضة عند أعراض عصبية فشوي صعب هذا الكلام تولفابتان هو مضاد للـ ADH يعطى بحالات السيادة المزمن الميضة أصلا حلوية للبول عندها منخفضة أو الجرافتي البول ممدد عندها كتير عندها انسيمان بالماء فحتى لو أعطيته الفابتان رغم أنه خطأ تعطيا ما هو العلاج المعياري هون فما هيقدم شيء إضافي ما عندها نقص حجم الميضة شبانة سواء إلا شبعانة فما عندها لازم تطلع بعد البولوس يعني 100 أميل ممكن نكررها بعد 30 دقيقة أو مرتين أو ثلاث مرة فالجواب مثل ما قالنا أنه أعطيها البولوس هاي الميضة عندها water intoxication مثل ما شرحنا ليش water intoxication ما هي السيادة أكيد الميضة عم تشرب مو أكتر من طاقة الكلية على الطرح يعني تعادل primary polydipsia بالمناسبة الأعراض العصبية بتخليني لازم صلح بـ 3% التارجت اللي هو بيصلح حوالي 4 على 6 ما في داعي صلح أكثر من هذا الرقام بعدين الحالة بتصلح لاحقا هون الأكيوت onset أقمت 40 ساعة وبالتالي شوي الأو دي اس ما هو الخطورة عندي الخطورة هي البرين إديمة حقيقة هذا الأكيوت هايبوناترينيا بسبب الwater ingestion اللي هو الانسيمان بالماء بصيفه بالpsychogenic polydipsia اللي هي العطاش النفسي مرضى الإطرابات النفسية الendurance exercise with water intake اللي هي الماراثون لما بيروحوا عن الماراثون ممكن يصير معهم نفس الشيء والإعطاء الأدوية مثلا الأكستاسي إذا كان المريض عم ياخد الأكستاسي ممكن يعمل نفس الشيء لأنه ممكن المريض يصير عنده عطاش ويشرب السيادة ويصير عنده نفس الانسيمان بالماء هلأ الوفاة قد تحدث في بعض الحالات قد تحدث الوفاة بهذه الحفلات اللي بالذات خاصة لما يكون في الأكستاسي بالموضوع لما المريض الإنسان الطبيعي لنا ممكن الكرية الطبيعية الكريستان ممكن تطرح حتى عشرين لتر من الماء يوميا من البول يوميا أو الماء ممكن اليوران آركوت يوصل لـ 800-1000 إذا ما كان فيه تأثير للـ ADH على الكلية والكلية سليمة تماما بس لما الكلية يكون فيه عنده أذية معينة أو فيه قصور مزمنة أو فيه درجة من السيادة ما عادة تطرح على المكتار وتريد زيادة الكميات بالماء وممكن تأذيها وتعمل إنسيمان بالماء بهاي المريضة الأعراض شديدة أعراض عصبية موضرة سغير في عنده أنسيم صوديم أقل من 200 وبالتالي في عنده وزمة دماغية المفروض أني أنا أعالجها بشكل سريع 3% وإلا حيصير معها سيجر ممكن ممكن يصير في عنده الكوما أو البرين هيرنياشين والتالي ممكن تموت هاي المريضة أتمنى أن الحالة نقاشة جميل أو أنه وصلتكم جزء من البازل تبع الهايبونتريميا فينتقل الحالة للثانية أو أظن لسه في حكي عن هذا الموضوع خليني يشوف إذا فيه شيء مفيد مثل ما أن 3% البولوس بيرفع السوديوم بمقتار حوالي 4-6 وهذا هو المطلوب يمكن يعاكس البرين إريما مجرد أن أصل المريضة الأعراض العصرية اتحسنت أنا بمنع من شرب الماء وراقب السوديوم عندها وبشوف أنه حيصير بالمناسبة احتمال يصير الODS عنده قليل لأنه أصلاً ما كان فيه يعني هو كله أكيوت على بعض وهي المهمة أني أنا رائبها طبعا لو كان في عندي كرونيك هايبونتريميا الدمار عنده الإدمار العامي الادابتاشن وتخلط من كل الأزمولايت أنا 6-8 باليوم هذا هو المقدار المسموح بتصريح السوديوم التولفابتان الليزيكس الثريبر السالم ما هو جزء من العلاج للحالات العرضية الحادة مثل ما أنه أصلاً ما هو ما هو بعاكس الحال المرضي المشكلة هنا هي السمان بالماء وتأثيره ما هو سريع وتأثيره غير متوقع أحياناً وخاصة أن التولفابتان أصلاً الـ ADHD مريضة مصبت غالباً فما هو مستطم أكيد ما حتفرج عن مريضة فيه أنت أعراض عصبية والـ self-correction ممكن أنه يعمل complications هلأ لو طولت طبعاً وصلاً في self-correction أكيد هلأ الـ 3% ممكن يفيد إذا عملت infusion بهالمريضة بس الأفضل منه هو أني أنا عمل البولوس لأنه هو أسرع يعني أنت إلى الحالة الثانية مريضة عمرها 19 سنة جابوها على قسم الطوارئ بـ tonic-clonic seizure يعني خلاج مقوي رمعي عندها خلاجات ما عندها قصة مرضية سابقة عمرها 19 سنة ما بتأخذ أدوية كانت حضرانة حفلة بالكلية طبعاً هاي من الأسئلة المهامة بالغرب حقيقة منذول الصبايا بالذات اللي بيحتروا هي الحفلات بيأخذوا recreational drugs اللي هي المنشطات بيأخذوا منشطات معينة ودواء خاص هتشوفوا شو هو بالنهاية السؤال ما حدا بيعرف شو هو الدواء بس يعني أنا بعرف ولأنه أنا عارف أنه رحالة مقصودي وهنا هو سؤال دورات هلأ لما كانت بقسم الطوارئ العلامات الحقيبية تبعها حرارتها 32.9 النبض 95 ضغطها 184 على 70 فحصها كان في عندها confusion lethargy في عندها النوام وفي عندها تخضيط المريضة عندها أعراض عصبية التحاليل تبعها كان الصوديوم 122 في عندها نقص صوديوم البوتاسيوم 4.1 بيكارب 21 الكلورايد 91 اليورن أزموليتي قديش عندها اليورن أزموليتي عندها 455 نتذكر شو أهمية هذا الرقم لما بعملوا عند مريض نقص صوديوم وبتطلع أن اليورن أزموليتي شيء طبيعي لو كان الإنسان عنده الاستجابة الطبيعية لنقص الصوديوم وما بتنخفض حلولية المصل أنه البول يكون ممدد حالي البول مركز أكتر من 100 هذا بديل أنه فيه عندي إفراز للABH فهي المريضة عندها إفراز عالي للABH وهذا هو ما تخليص فيه عندها انسيما بالماء هاي عم أعطيكم المفاتيح الحالي فما هو التشخيص سبب هاي المريضة اللي جايت بهي الأعراض حقيقة هذا سؤال دورات هو الاكستاسي الاكستاسي هو أحد المنشطات اللي هو خواص سيروتونينية والله خواص بشابه للأمفيتامين بيأخذوك منشط بس للأسف إنه بيعمل ADH هو بيعمل وممكن هاي المريضة تدخل بوضمة دماغية شريطة تنتهي بوفاتها فما هو الكوكاين ولا هو الباثلت ولا السيتيتك ماريوانا ولا السيكوجينيك بويدبسيا ليش ما أنا بقول سيكوجينيك بويدبسيا لو كنا عم نحكي عن السيكوجينيك بويدبسيا البول حيكون ممدد تذكر أنه هون البول كان مركز كتير السيكوجينيك بويدبسيا بتترافق عادة ممكن يكون في درجة السيادش معها بس عموما بيكون البول ممدد ما بيوصل لأربعمية ومسا ومسا ومسين فالجواب هو دي الأكستاسي وهذا التركيب هو MDMA هون بالغرب بيستخدمه كتير بيعمل أفوريا بيعمل اموشنال امباثي دول الحفلات بيكون فيها عادة وبما يترافق مع AKI يصير معه رابدو هذي التواب بساوي سيبير أو سيريس هايبوناترينيا الهايبوناترينيا بهالحالي الإفكت تبع الإكستاس يعني الووتر بالانس بسموه perfect stone الجو تبع الحفلات بيكون في ليش بيعمل هذا الشيء أول شيء بيعمل فيزوبرسين بيعمل 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 هو نفسه الدواء بخير بتالي الميد بيشرب مو وما نؤدي يطرح مو بسبب سبب بيعمل بيعمل تأثير على السيروتونين هلأ هذه التأثيرات زيادة شرب الماء والتعرخ للغزير وبهذه الحفلات اللي بيكون فيها دائما بيكون فيها رأس وشرب سواء الممدد ربما بيعمل أو غيرها مع بيزوبرسين اللي عالي حيصي عنده نقص صودم شديد وممكن يساوي اختلاجات ووفاة ننتقل لحالي رقم الثلاثة بي عندي مريضة عمرها 34 سنة اجت عقسم الطوارئ عم تشكي من تعب يعني عم تحس انه هي ما عم تقدر تفكر بشكل جيد أو يعني نت تكين كليري شوي يعني كونفيوجين بالشهر الماضي هي عنده ديبرشين عنده اكتئاب بتدخن بتاخد الدواء الاكتئابي هو الفينلا فاكسين وبتاخد مضادات أو منعات حامل فموية ضغطها 100 على 60 نبضها 60 عدد المرات اشفاعة 99 وزنة 51.8 كيلو والبودي ماس اندكس تابعة 17 يعني فحصة تقريبا طبيعية هي واعية متوجهة بس عندها شوية بطء بالاستجابة بقية فحصة كان تقريبا طبيعي ما كان فيها مشكلة فعندها شوية اعراض عصبية غريبة ومو جديدة على وصف المرض لما عملنا لتحاليلها المريضة الصوديوم عندها 124 يعني فيها نقص بالصوديوم بوتاسيوم طبيعي كورايد نازل البايكارب طبيعي البيو انت معها نازل طبيعي يعني بس يعني ما نوع عالي عندها الكرياتين 0.7 السكر الدم عندها 76 عندها حلولية البلازما 254 حلولية البول الراندوم اللي هي عشوائية 65 كمية بول 24 ساعة هو 4 لتر الصوديوم 10 البوتاسيوم 17 بالبول وعند اليورية بالبول كان 2.4 بال24 ساعة 2.4 جرام الطبيعي 12 ل20 فشو سبب نقص الصوديوم عند هاي المريضة هين انت السؤال ابن اشترح لكم شوف في هاي التحالين هلأ شو هو افضل علاج انا حتى اعرف افضل علاج لهين المريضة لازم اعرف شو هو التشخيص ليش المريضة عندنا الصوديوم هل لازم ابدأ لكلورثاليدون هل لازم وقف دول اكتئاب عند الفاكسين لازم ابدأ لتول فابتان اللي هو مضاد لل ABH مضاد لل فايزوبرسين هل لازم ابدأ لحمية او خليها تأكل كروتين عالي او ان اكتفي بحمية السوائل لازم نقص ربما هذا السؤال تختار بين حمية السوائل مع واحد من الخيارات الاربعة مو صحيح 100% الحيارات العملية لازم عمل حمية عن السوائل بس هل هو خيار وحيد صحيح اكيد مو خيار وحيد صحيح لازم نكون مع شي ثاني من هدول الخيارات الاربعة هلن ارجع للتحاليل وشوفوا شو بتختار وبين الخيارات الاربعة سأعطيكم 30 ثانية تفكروا بهذه المريضة هلأ لو طلعنا على التحاليل عندها نقص بسوديوم المصل عندها صوديوم 124 فعندها هايبوناتريميا هل هذه ترو هايبوناتريميا كم كانت حلولية البلازما عندها هايبوناتريميا حلولية البلازما عندها 254 هي نازلة فعندها نقص صوديوم حقيقي هو وترو هايبوناتريميا شو استجابة البول بها الحال استجابة البول منصفضة حقيقة الحلولية تبع البول منصفضة 65 وهذا بتناسب أقل من 100 بتناسب معنى الصوديوم وبتالي الاده عندها ميضة مثبت ليش هاي ميضة الاده عندها مثبت هل هي عم تشرب موية زيادة ما في شي بإصد بحين هي عم مشكلة إنه الأوزمولاي اللي تبع البول عندها 65 لو ضربنا 65 ضرب 4 هي طلع معنا 240 260 260 ميلي أوزمول بال24 زيادة وكمية الأوزمولاي اللي عم تطرح من هاي المريضة إذا بتتذكر واتشرحت لكم الحمية الغربية الحمية الغربية لازم تنتج حوالي 700 800 ميلي أوزمول ب24 ساعة فهي مريضة ما عم تنتج أكتر 60 ميلي أوزمول من أصل 800 لازم تنتج وبالتالي ما عم تقدر تطرح الماء هاي المتلازمة شو منسميها متلازمة التى أن توست يعني هاي المريضة ما عم تأكل بروتين كافي وبالتالي ما عم تنتج يورية كافية لحظوا أن يورية بالبول قليلة وبالتالي ما عم تقدر تطرح مع كافي هاي بيشوفها كمان بالبير بوتامانيا اللي هي متلازمة شرب البيرة نفس الأعراض تقريبا بس ربما سبب المتلازمة المختلفة فلو رجعنا للحال للاختيارات أنه ابدأ الكلورتايدون أصلا بدء الكلورتايدون ما هو جيد لمرضة هاي بوناتريميا وإفلى الفينلا فكسين يعني أنا عم افترض أنه هذا السيادش هي ما عنده سيادش عنده حلولية البول منخفضة أنه إبدأ التولفابتان هو المعاكس الـ EDH هي أصلا ما عنده سيادش وبدء التولفابتان ما بيفيد الـ Restrictional Water أكيد هاعمله بس الأفضل أو اللي معه اللي هو هيصلح نقص الصوديوم عندها هيسمح لا تطرح الماء أنه أعطيها بروتين خليها تاكل لو أكلت هاي المريضة هتنتج مور يورية أعلى وحتى هتقدر تطرح ماء الحر اللي عم يتراكم بجسمه أتمنى أنه وصلتكم فكرة السؤال فالجواب هو دي مثل ما حكينا أنه زيادة البروتين مشكلة هاي الميضة هي نقص الصوديوم وزيادة الماء هي تي أن توس سندروم اليورية أو الملح سواء اليورية أو الملح هنين اللي هيصلحوا نقص الصوديوم عندها ميضة بس طبعا أنا ما بعطيها صلح ما بعطيها ملح لأنه ما عم تاكل نتريشن ممكن هو الأفضل هو أن يعطيها بروتين إضافي ما أن يعطيها يورية يورية ما بتطعميها أبدا وإن كان بتصالح لنقص الصوديوم الأفضل على الدياغنوز مثل ما أنه هو اليورين الممدد الـ ADH مثبت اليورية بالبول منخفضة حتى بالسيروم كانت منخفضة إذا تنتجه اليورية هي بالسيروم حتى كانت عن هاي الميضة منخفضة يعني نشوف شو لسه في حكي عن هاي الميضة البول الممدد لأقصى درجاته غالبا هاي الميضة عم تاكل كربوهايدريت ما بتحوي كتير أوزمولاين هذا الشي ما عم يكون كافية تنتجه رية كافية لحتى تقدر تطرح الماء منشوفها بالبير بوتاماني مثل ما حكينا بالدرينكرز البحوليين ومنشوفها بالتيان توست عادة مو بهالأعمار صراحة ربما الميضة عندها أنوركسيا مثلا ما عم تقدر تاكل وتشرب أو عم تحاول تعمل حمية ربما أو عادة ما نشوفها بالمسنات حقيقة ميضات بالسبعينيات صلى أسبوع أسبوعين ثلاثين بس عم تاكل على الخفيف فما بتقدر تنتج يورية كافية لتطرح الماء اللي عم تشرب طبعا حكيت شلون حسبنا هذا الكلام هلأ كيف منقدر هذا الـ انتج أنه في عندي أنا يورين فوليوم ضرب ما بدي يحسبه بالبول أنا بدي يحسبه من الأوزمول التي تبعها في معادلتين هأخذ الأبسط لأي 4 لتر بليوم ضرب 4 لتر بليوم ضرب 65 ميلي أوزمول حيطلع 260 ميلي مول باليوم هذا هو اللي عم تطرح باليوم وهذا أقل بكتير من 800 أو 700 وهو الحمية الغربية فالـ 65 هايقدروا يطرح اللي هي مادة للبول 65 هايقدروا يطرح 4 لتر بس في عند تراكم ما أكتر من هذا الشي الـ ADH مثبت الكلية وظيفتها سليمة لو عطيتها أنا سوديوت عطيتها مثلا الماء المختزن كله هينطرح هلأ مثل ما قلنا fluid restriction أقل من اللتر هلأ هون عم يقول أن حسابي rapid correction ربما هاي تعليقه وبالتالي هو هذا سب أن هو ما يرفض هذا option هلأ قد يكون كلام صحيح أنا ما كتير مقتنع بهذا الكلام بس يعني ربما بهذه المريضة أنا أكيد همنع من شرب الماء الزائد كيف يكون وصلت لنهاية السؤال الثالث بتمنى أنه يكون يعجب تعجبكن هاي الطريقة من الأسئلة ومنتابع ومنتابع إن شاء الله سيكون في عندي حوالي 30 سؤال السلام عليكم